الاهل النهاردة بينهي الراحل اللي اخدها لمدة 48 ساعة وبكرا الفريق استأنف تدريباته استعدادا للقاء القمة الاهل والزمالك 8 ونص مساء الخميس استاد القاهرة مباراة مهمة ومؤسرة استوقفني كلام ميستر كولر في المؤتمر الاخراني اي لما قال اللعبة كانت سعيدة جدا جدا اول ما ادت لها الاجازة لمدة 48 ساعة واستدرك انه عنده سبب علمي وموضوعي لهذه الاجازة حد يجي يقولك ايه حد يجي يدي اجازة قبل ماتش مهمة زي ايه دا هو العلم بيقولك لما تدي اجازة يوم ترجع للفورمة بعد يوم يومين ترجع بعد يومين لو استمرت الاجازة اكتر مسموح ترجع بعد شهر شوف الفرق فهو فاهم انه هو بيديه مين يرجع لكن اتمرن 3 و 4 هو كل همه ايه هو عنده قناعة ان فيه يعني تشتيت زهني وحمل زهني و يعني محتاج جدا ان اللعبة تبقى في حالة صفاء زهني عشان تستقبل التحدي الجديد والكلام اللي حيتقال عشان هذا التحدي اهه و انا متأكد ان كان اه نصحته الاولى ابعدوا عن كرة القدم خلال 48 ساعة دي لا تتفرجوا على مشات ولا تسألوا على مكالمات ولا ليكوا دعوا باي حاجة غير تروح تستمتعوا مع قصاركو قال لك ما عيدوش قال لك هو في فترة العيد بزبط هم خدوا من بتوع العيد خدوهم دلوقتي وده يعني الحمد لله أن فيه وقت يسمح بهذا الأمر